ومعنا الحج محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عاوز أكلم حضرتك في موضوعين الموضوع الأولاني وبسرعة جدا إيه حكم الشرع في أصحاب المخابض اللي بيسرقوا وزن العيش حاضر حاضر أقول لحضرتك أمن أقول لحضرتك وحكم مفاتيشين التموين اللي بيقبضوا الرشاوي وهم عارفين أنهم يقدروا أنها رشوة طيب فيها تاني يا حاج محمد أيها الحاجة التانية الرجولة بقى بالنسبة لسؤال الرجولة اللي أنت ما العيل بيطلع وهو صغير سوسو توتو ميمي وفيفي والكلام من ده ما بيخليش عنده شيء من الرجولة الكلام ده هو اللي بيبوز العيال ويقول لك إيه ده لسه صغير ده لسه صغير وهم ما يعرفوش أن ده هيحطم أولادهم في المسابل أكلم حاضرتك حاضر يا حاج محمد على السؤالين السؤال الأولاني الناس اللي بتتلاعب بقوت الناس وخاصة وخاصة إحنا عندنا في الخالب الخبز ده وقت اللي بيكون في الأماكن اللي بيتلاعب بها الناس ده خبز الناس الغلابة اللي بيخلي ده نوع من أنواع الظلم وده الذي أراد حضرة النبي أن يوصله لنا إن الشخص اللي بيسرق أوتي الناس ده ده شخص بينزع من قلبه نور الإيمان ساعة ما بيعمل كده لأنه بينسى أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه للنفس أنت شفت مصلحتك وضيعت مصلحة أخوك وأزيته وظلمته ولذلك ده من الكبائر ويزداد الأمر جرما كلما تعلق بعموم الناس أما بقى صعبنا اللي بيحصوا على رشوة ده فده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم خطوه وعلمه أنه هو ده باب من أبواب ده سبب من أسباب اللعن ولذلك الله سبحانه وتعالى يلعن الراشي والمرتاشي والرائش اللي كمان الوسطة اللي في الرشوة دي ولذلك سواء الرشوة أو التلاعب بأقوات الناس ده باب من أبواب الهلاك ومحق البركة وضياع نور الإيمان من القلب عشان كده لازم الناس تتقي الله سبحانه وتعالى وتتخلص من هذه الأسام وهذه الحجب عن قلوبها الحياة الثانية حضرتك سألتني على مسألة تدليع الأطفال المهم مش مسألة تدليع الأطفال باللفز المسألة إزاي هترب الأطفال على إنهم يكونوا مسؤولين إزاي هترب الأطفال على إنهم يكونوا مؤدبين ومحترمين لكن ما تجيش تدلله وكمان جزء من إنك تدلله إن أنت تخليه يهيني اللي حواليه وإنه يطيح في الناس وإنه يتجاوز مع الناس ده ما سموش إن أنت بتدي للطفل رحمة أنت بتأذي الطفل ده وبتعوده على إن جزء من إنه يكون موقر ومحترم ومكرم إنه يهيني الآخرين لا ده ما سموش تدليل ما سموش رفق بالأطفال ده اسمه تخريب لنفسية الأطفال فالمهم أنت تربي ولدك في السلوك على إيه على الأخلاق إيه لكن التدليل بالألفاظ قد تكون في بعض الأحيان التدليل بالألفاظ دليل على القرب من الإنسان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلل أطفاله وغير أسماء أطفاله عشان يبقى أسماءهم جميلة غيره من حرب إلى حسن وحسين ومحسن يبقى إذن تغيير الألفاظ واستخدام ألفاظ جميلة مع الأولاد ما فوش شيء لكن القيمة اللي أنت هتعلمها لهم بعد كده هي المشكلة اللي إحنا لابد نلتفت إليها